قلت في تدخلي أننا إذا دعينا للاحتفاء بالعلم الوطني فإننا نهرع إليه مسرعين لما يمثله العلم من رمزية ومن مشاعر يحس بها كل الجزائريون كل الجزائريين في تعاقب الأجيال فارتباط الإنسان الجزائري بالعلم ارتباط روحي أكثر من أنه مادي لأن الرمز شيء والمظهر الذي ترونه شيء آخر في تثميننا للعلم الوطني وفي تقديرنا لمجهودات الملايين من الجزائريين الذهاب على البلاد كيف يمكن اليوم أيضا أننا نستمر في لحظة تاريخية فارقة تصنع هذه التعبئة لحماية البلد لحماية الشباب ليعطاء فرصة الشباب لاندماج الاقتصادي والاجتماعي هذه تعتبر بالنسبة لنا أولوية الأولويات فتح مجالات الحوار للشباب في علاقتهم مع المسؤولين المحليين يعطاء الرأي تقديم الرأي الانتقاد والتقديم الرأي المخالف حتى لتحقيق تنمية وتمثيل المواطن ترجمة نانسي قنقر